من المتوقع أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قريباً لاجتماع الافتتاحي للمجموعة الاستشارية النووية لمناقشة تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة تشوه يوندونغ للصحفيين في واشنطن أمس الأربعاء إن البلدين الحالفين يحرزان تقدماً نحو عقد الاجتماع الأول للمجموعة وسط التهديدات المكثفة من قبل كوريا الشمالية وقد تم الإعلان عن المجموعة الاستشارية النووية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس يونسو كيول إلى واشنطن في شهر إبريل الماضي وذلك ضمن إعلان واشنطن وهي مجموعة عمل تضم مسؤولين من كلا البلدين لمناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي فيما يتعلق بالردع الأمريكي الموسع وأضاف السفير الكوري أن سيول وواشنطن تتبدلان المعلومات وتناقشان الإجراءات المضادة على جميع المستويات منذ أن أعلنت كوريا الشمالية عن نيتها إطلاق مركبة فضائية ثانية بعد فشل محاولتها الأولى لوضع قمر اصطناعي للاستطلاع في المدار في شهر مايو الماضي ومن المقرر أن يقود مجلساء الأمن القومي في البلدين تلك المجموعة الاستشارية ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الافتتاحي للمجموعة في شهر يوليو القادم